ترجمة نانسي قنقر هيا بقى كويسة حتفوق دلوقتي ان شاء الله حتفوق يا جميلة جميلة ليه كده يا جميلة ليه كده يا حبيبتي حد يعمل في روحه كده وبعدين احنا كنا بنتناقش مش بنتخانة انت بنت الوحيدة وانا خايف عليك انا عمري ما رفضتلك طلب ما سألتش نفسك مش معنا المرة دي برفض طلبك اكيدا نعرف حاجة انت ما تعرفهاش صح كلامي ولا لا تعبنا يا بابي انا حسن ان انا ما موت خلاص يا فريال اسمع الكلام واتصل بالدكتور شافي بس عوض الكلاف ده شكله بتاع كله عشان كده عامل على قلبه قد كده عنده ملايين وبيدقق في الجنيهات ما عشان بيدقق في الجنيه عامل الملايين والله الراجل ده جاهل جاهل وكان حافي والبليا اللي عبت في ايده وبقى سمسار بقى قد الدنيا بقى وشقق وارادي والمصنع مصنع الصلصة ده اللي خلاني اعمله اعلان ده قريتني ما كنت عملت الاعلان ده ايه ده مال وده اعمل فيه في ايه؟ انا اعرف في ايه؟ في ايه يا عاصر؟ في ايه ده؟ مال وده بقى ده ده غابي ده ولا ايه؟ ده ايه بيعمل ايه؟ بتهمد ايه؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا عاصر 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 لا 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 اختفى بالكلب ده اكيد مجنون يا حاصل ده اكيد مجنون سيبك منه الحمد لله يا رب انا سطر مش بيش خلاص غرفة دهية انت كويسة الحمد لله انت جرالك حاجة لا انا طبعا ده ايه ده كان مستقصدنا ده ولا ايه ده اكيد لا مش ممكن هيستقصدنا ليه احنا عملنا له حاجة بس كان مركز معانا قوي يعني لا طبعا انت اكيد مجنون واقف بقى شوية عمل محروفة انا ركب ثابت ميه ليه طلب الزفت ده طب حليك مفعلة ليه انت مقالك انت مفعلة ليه شيل الزفت ده من قدامي بان دماغ مش 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 مالك يا لماء فيه بتزعيلك ودا ليه وبعدين فريدي كان جاب الطلب غلص يعني ايه اللي حصل سكوتينتي انا عارفة الاشكالتي كويس فيه علام يا مالك انت هطلعش شعنونة بتاعتك عن ناسه اللي ايه توفيق انا شعنونة يا توفيق انا مجنونة مش قصدي يا لمية بس انت مش شايفة انك بيتي عصبية زيادة عن اللزوم وهو اللي عمله صاحبك معايا ده شوية الله طيب ما انا كلمته ورد عليها بيقولي ان انت اللي بتعمليه معاملة زي الزفت بتقلي عدبك عليه وبيتهنيه ومليون مرة يقولك يا لمية ما بحبش الطريقة دي وانت مصنبة برضه تعملي كده عايزة منه ايه بقى الزبيبه بعد انما تطمنوا حط الفلوس في جيبه حبي يخلق علي الكلام ده انا يا توفيق عايزة بقى تخلي بالك على نفسك جدا وتمشي بالراحة اتفقنا؟ اتفقنا وقبل ما تنام بالليل تقول اسمي سبع مرات دولة 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 عشان تحلم بي خلاص بكيش؟ ماشي حاضر تسمعي الأخير يا دولي 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 دخلي ده ينتي كمين شرّفت يا سنيورة والله العظيم براظه مع البيت الشطرة لازم تقع وقفها شابوه شاحت شاحت ايه ده بس نتكلم بعدين ما صحش كده احنا وقفين فوسط الحارة مناس تقول علينا ايه عيب عيب علي انا مش عيب عليك انت تركب العربية مع وعد غريب ونوعدك لا ويه مستطي وات صح وشاكله ابن ناس وركب عربية اخر موديل وشايفكم مع بعض ايه وميه شاكلها كده كان فيه بينك وبن بعض احوارات سخنة كان نفس اسمعها جرق ايه شاحتة انت ماشى وراها ترقبني ولا ايه من حقي ما تنسي تشاحتها اللي عملك خده مداس وبعد دنيا كلها عشانك وكان مستعد اخر من الشبس عشان خطر عيونك كرق ايه شاحتة انت هتسيحني بفوسط الحارة ولا ايه متلمده صاحب اخويه جاي صاحب اخويه جاي مش عايزين يشوفني لأ 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 مش دلوقتي تعالوا بس انا هاخد ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا حنتكلم دلوقتي ودلوقتي حالا اصلك ما تعرفش اللي حصل خميسة بوليلا فاي دخلوا لعملية عشان يشيلوا كل كعل اللي في دماغه هي العملية خطر اه بس امراته الحجة شادية قالت يا راحت يا جد ما هو كده عايش ميت وهو لو مات في العملية هي بقدره طب طب نطق الحجة؟ ابن المحزوزة ما ماتش في العملية بس هيعيش مشلوع تفتكر لو ام اول ما حيفوق حيفوق علينا تعالي اركابي اركابي عربية المتواضعة معليش معرفتش اجيبلك عربية بورشة باتنين شاكمان اركابي عربية الغلابة عرفاها وحافظاها هنروح فين؟ مطرح منروح هو حلو للغندور وكوخ خلي انا وانت مالك متعصب كده ليه؟ شنوي تجي معي ولا ليه؟ مالين عنده فلوس تسيب هالوي عمي؟ افهم بقى واسمع كلامي كويس دي احطي ايده على الموضوع يظهر انه قاعد يدور ويفتش ورانا لحد ما وصل لحداته وقدر يفهم منها ان في لعبة لعبة ما بفي ههههه حلوة او دي والله ولله وما فيش لعبة بيني وبينك ولا ياسي التهاني وللهайн وايحكا الي بصوت بتكونيش متفكري كمرهاة لنفسك وتنفدي بجلدك وتموت من المركب وتسيبيني اترك فيها لوحدي نخص عليك يا شادي نخص ليه كيه؟ ده احنا دافلين سوا ايه؟ يا حبيبي انا ما شاركتش في جريمة كل اللي عملته ان انا حاولته صعب وسحبت من التفاتر وراء كانت ممكن توديك فساتين دهنة ولولا كده كان زمانك في حديث وانت كنت بتعملي ده جدعان؟ ببلاش؟ لوجه الله؟ يا خسارة حق علي ان انا سمعت كلامك من الاول عموما خلاص اللي حصل حصل مفيش مفرد دلوقتي اللي عارت لعبت والفاس وعد في الراس يبقى احنا دلوقتي بقى ليه ما ناخدش حقين؟ ده حتة اللي بقى اسمها هبط ها انا حاسس كده انك اقتنعتي خلاص اشايرة؟ هتروح معي عند سرة موسى صح؟ انا متنازلة عن حق يا كمال مش هروح معك لصبتك نعم هي الفلوس اللي بقى دي بتاعت ساعتك لوحدك ولا ايه؟ لا ماما ده انا اللي عين بالحكاية كلها الفلوس اللي بقى ميتين خمسة وعشرين الف جنيه انا ليه فيهم مية خمسة وعشرين الف وحضرتك ليجي فيهم مية عايزة تتنازل عن المية الف بطوعك اوكي؟ براحتك لكن تدين المية خمسة وعشرين الف بطوعي هو ده بعضل ربنا عضل ربنا؟ عضل ربنا يا كمال؟ تبتتكلم عن سرقة؟ هاُاهاما ودلوقت بقى عرفت انها سرقة وعرفت كمان ان السرقة حرام النهاية متدخنيشمواもし كدة لو انت يا كمال شائف نفسك الراجل اللي تقدر تحميني وتحوط علي thirty هاتلي انتحقي بيدك هاتلي حق يا كمال من عند ثروت وتقدر ولا متقدارس بس قبل ما تجاو لو شايف نفسك ما تقطرش يبقى مش انت الراجل اللي يستحقيني يعني بتحطيلي العهدة والدامة منشارة شهيرة تي كده بتلقيني منك زيادة القيني يا حرام طب حسب يا بيبي لا يجيلك كوابيس بالليل وانت نايم لوحدك في الضلمة عجيب يعني انت اللي كنت بتطريني انا وعاصم يا شاحتة عايزت ما ويتنا انا كان نفس سماوة الود اللي معاك بس انت عارفة انك انت غالية عندي بس دي كتارست ودني لك وليه خد العصير مش عايزة خد العصير اللي تلقى في حجرة ما تكلمنيش كده يا شاحتة وبطل تعيرني بقى كل شوية باللي عملته علشاني وخلي بالك من لسانك واللي بينقط من لسانك عنك ما شربتي خد ياه اطبعهم انت تبتنكري الحق اللي ايه وانا اللي عملته علشانك شوية ده انا جبتلك فلوس من الهوى ما هسمع بقى الايام السودة اللي كنا بنشتغل فيها عند خميسة وليلا انت ما جملتنيش بقرش اللي كان بنا كان هات وخد ما كسب وبيتقاسب يعني انت ما ديتنيش حاجة للهو للوطن وزي كنت بسكتلك يا شاحتة فدع عشان لايش والملح اللي بنا لكن اقسم بالله العظيم لو شفت مني الوش التاني ما هتلاقي خلاص خلصنا خلينا نتكلم في المهمة مفيش بنا كلام وتنسى خالص ان انا هخاف واكيشك منك كل شوية بتنطلي في كل حتة وبترقبني زي الامر الصناعي لا يا بابا انسى انا لا بخاف ولا بتهوش انا قلبي ميت وصماويل مخي مفككة وعندي استعداد يا شاحتة ان انا اهبش فيك واللي يحصل يحصل لو كنت وراكي ولا قدامك فدع عشان بحبك يا دولت يا رب خدنا احسن مش عارف اطلعك من قلبي والله العظيم تلاتة انا كل يوم بحتكر نفسي انا حس اني باشحت منك او والله العظيم حس اني باشحت منك طب دلليل انت اعمل ايه خدلك يا شاحتة ههور من وشك خالص حظ هي البت دي ناوية معاك على ايه والله يا ماما انا حكيتلك وانت ستة العارفين اصلها كرماك زيادة عن اللزوم بحبحها معاك قوي ومفيش واحدة بتدي كده لازجات ناوية على ناوية اوه يا عاصر اوه هيكون في دماعك عاقز تربط نفسها بجيبنت احجازي سيارة سواق البت دي مسهلة البت دي بتلوف حواليك وبترمش باكها ليك خلي بالك ده عايزك تخط العتبة وتسمي وتروح لاماها تطلب ايديها رشيدة العبية لا 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 اوه عنت بقى اللي كنا وترامرم وتمرمك سمعتنا في الطين وتناسب ناس في الحديد ناس سنانها صدت من كترب جوة وجات لهم انامية من قلة الاكل كيفاه اليك عايز تناسب زينب الخدامة اللي اتهموها بالسرقة زمان الله عيب عليكي السته طلعت بريم الحكاة دي من زمان وبعد كهها مشت بكرامتها وبسوا رازها كمان اكتم خالص انت بدافعانا ولا ايه يا يا رشيدة روؤي كده promisingي تفح أفنا عندكو لنا؟ خد بقولك تفاح تفاح على بعضها يا رشروشة لما تخلص دي أبقى اقطع حتى ودهالك يا على كرمك كرمك وجمالك بحبك هتكملي أكمل كلام آه لكن وقت اللعب انتهى وعايزك تفوقلي بقى آه استني أجيب وراء وقلم عشان شكلك هتدي محاضرة من محاضراتك البت جميلة اللي انت بتقول قتلى روح عليك سايبها ليه دي فرصة مش هتتعوض والبت ما يتف ده بديبك بعدها مش فاهمت ليه مستني ايه مستني انتيجي لحد هنا عشان تطلب ايدك مني يا ماما بقولك البت تقشع لسنها طويل وبتحب المشاكل زي حد نعرفه بدون ذكر يا سامي من الآخر يا ماما كميتي مش راجبة على كميتها طلع القطط الفرصانة فيها بقى على فكرة أنا ممكن اروح لأبوها واماها واطلب ايدها منهم قلت ايه مش عارف مش حاسسها البت دي دماغة مليانة التراب يا ماما الشاطر بقى اللي يخلي التراب دهب دهب ابوها ضياء فرحات الله قدي البت وقدي ابوها وقدي الولد يلا اوش شفت كنت شنا هي اللي قالت انا انت مركبة كنت شنا ولا هي يا ماما أحبك غلوبت والنبي يا شهده والدكاترة مش بيدينه عقار ناقعة يظهر المعلق خميسة عايش مشروه لا داري بالدنيا ولا حزب اللي حواليه يبقى كويس قصدي يبقى كويس ان هو يعيش يا ست شاتي اهم حاجة انه يعيش يا رب ترجع لبيتك ومحلك وشغلك يا معلم وترجع ثاني خميسة بوليلا بتاع زمان تا انت كنت مالي علي البيت وما عايشني فعز طب انا عايزة اتطمن عليه انت مش عارف المعل ما عاشني قديه تعال يا اخويا بس اياك يوى على وجودك مش مهم قصدي المهم ان انا اتطمن عليه الرجل ده غالي وعيشه تعال يا اخويا تعال يا جيد اهو يا شهده زي ما انت شايف يا شهده ورجع فيه ربنا ياخد بايده انا بدي عيله في كل صلاة فجرة ربنا ياخد بايده هست شادي يا اللهي المعلم خميس ده غالي علي غالي عليا وخيره علي الع شريهم ربنا يشفيك أمعلم خميس ربنا يكرمك أمعلم خميس ربنا يكرمك أمعلم خميس ربنا كريمك أمعلم خميس الع بكتافي البنخيز الع بكتافي البنخيز مين professionalين тан machen ماذا معني تاني كده؟ في ايه مارك؟ زغلول زغلول صاحبي وحبيبي وزغلول صاحبك حبيبة جاي يطلب ايدي انا؟ انا؟ لا هو الحقيقة جاي يطلب ايدي انا بس الاسم هو النصيب بقى حش حش اللي الطفل اللي بتشر منك بزمتك يا أمه زغلول ده وحش زغلول طل عمره مؤدب ومحترم بس سختك مش بصله لكده يا هشام لما يشوف حلمة ودنه اش جاب لجاب؟ دي ايه؟ انت باكريوس هو الصنص والفارق بينكم سنتين؟ خبطة كبيرة قوي بقى زغلول ويرس قد كده بعد اما كسب القضايا بتاعتهم في القواف اتريني النهاردة لمحته قاعد بياكل ويتطافس كالله بياكل في اخر زاده ابقى امراضته الزايدة ده حتى شكله يعر ما انت يغلاطيش في زغلول لصاحبي وحبيبي يا أولاد يا أولاد استهد بالله يا أولاد قال اجيله كلام ده البعدين دي صاحة شطان يا حبيبتي تصدقه وتأمني بالله؟ انا كنت متأكد انك مش هتوقفي على زغلول ومرضيش يا فاتحك في الموضوع ده مع ان الرجل كان مفاتحني فيه من بدري اديني سبب واحد منطقي انك ترفضيه ولا فيه حاجات انا مش فهمها يا دودو هانم لا حاجات ولا محتاجات يا سهشام عايز تسمع قراري الاخير؟ خلاص انا موافقة جاوز بتاع بتاعك ده زغرات يا اما جاني عادة لي يعني اقول له ييجي ولا ايه؟ اهلا وسهلا بس قبل اهلا انا ماهري ميتين وخمسين الف وشبكتي بميتين وخمسين الف والمؤخر يبقى ميتين وخمسين الف ووصلة امانة كمان بميتين وخمسين الف ومعهم كانت شحنة بأشرين جيني ما قلتلك يا اما خليها البطل تتفرج على الافلام العربي دي ما له زغلول ما عليه شحنة زغلول ياما زغلول ما عليه شيد انا مو عليه شحنة يا جاني نعم فريد دي ادويت استيز دياه اطلع عالمكتب عشان منساش اخدها وبقى نبهها السكرتيري تفكر بهي كمان حضري فريد عن ازن حضريتك احط الحاجة فلعربية على البشن ينس انتفض عن ازنك يا زيزي يا خببتي أم هيروس سعر اللي أخذت عليك فضالي أنا اللي سوري من جاية بدري قوي بس أنت لما قلتيلي أنه جزك تتحسن وبقت صحيته كويسة ونزل الشغل النهاردة وكمان حيسافر بعدها أقولت لازم أجي أقول له حمد الله على السلامة أصلي ما يصحش والله أنت تعب نفسك بس كويس أنت جيتي هو لما يمشي أنا حقود فاضل ما ريش حاجة أوه نسلي بعد تاخدي تاخدي كوصان فراش وشوية شاي من إيد راديا إي رأيك أوكي يا راديا راديا دشت حك دشت حك ثانية واحدة أشوف المصيبالية عملية صحي 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 حضان أهلا مادام زينات مادام؟ حلوة قوي مادام منك دي يا دي عموما حمد الله على سلامتك دي أنت ما تردش على تليفونتي ليه؟ أنا كنت حموت منخوف عليك لما عرفت اللي حصل لك أنت ليه مش عايزني أتطمن عليك ولا زورك؟ ولا أنت مش عايز تفتكر اللي فات زينات إحنا اتفقنا اللي فات مات أيوة بس يا دي أنت لازم تفتح أوه على راديا واسنين راديا ده الشركة كل الحاجة بالمطمح أنا زهيت بجد زهيت حقصم كل ده منها مش قادرة بجد افت خساير طول الوقت يا ستي فداكي وفدا سلامت جوزك استنفاده اللي لازم يتعاقد ما بيتعلمش غير كده زيزي يا سيدي جاية من بدري علشان تسلم عليك عرفت أنك مش هتبقى فاضل يومين الجايين دول خليك صريف بقى طول عمروها فيها الخير نورت البيت يا زينات بس أنا آسف متطر استعزن بقولك جاية تسلم عليك عيب كده وبعدين هو احنا بنشوفك غير في المناسبات السعيدة خليك شوية شفت بقى الستات اللي بتحب جوزها انت لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة تحبك زيها سامة ايه رأيك بقى شكرا 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 زي ما حضرتك شايف كده حضر التوفيب ايه من قلت انك هتطنش ومش هتجي زي كل مرة هتطنش مش هجي يا ابن انا جاي على ملاويشي قلت اعدي عليك قبل اما اروح المكتب ايه المهم اللي انت عايزني فيه طب تعال انزل نتكلم في المخزن واشتقول لنا ايه حيكا ده على الرأي بتعالي يعمل واجب مع الباشا ها حضر التوفيب ايه ما تخرص وتقول لي بقى يا تيكا يا عموة بس هو احكيه لك مالك ليتك دليل ده عاصم ايه يا نون بل وانت قلبت العداد بتاعتكو هنا ايه نهلة جاي عشان عزاك في موضوع يخصك يخصها يعني المصلحة واحدة يا خفيف غريبة اوي دي يعني عمري ما كان فيه مصلحة تجمعنا انا ونهلة مع بعض غير السعبية الحلوة طبعا حبيبي